السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الاول الاعدادي تعالوا مع بعض نشوف الريفيو اللي بعد التلات وحدات التلاتاشر وربعتاشر والخمستاشر تعالوا نشوف الريفيو ده بيتكلم على ايه يقول لي ازاي نهتم بعننا هنأكون طبعا الجملة المهمة زي ما احنا متعودين في جزئية الريدنج اللي بنستفاد بيها يقول لي هنا اللون البرتقاني اللي موجود في بعض الخضروات هو كويس للعين انها بتحتوي على فيتامين ا اللي بيحافظ على صحة عيوننا بعض انواع السمك بعض انواع من السمك بيتحافظ على عيننا الاعين بتاعتنا لانها بتحتوي على دهون صحية the sun can damage your eyes ان الشمس منكم تدمر العين you mustn't look at it ما ينفعش او يجب يعني بشدة اللي انت ما تنظرش للشمس طيب ايه كمان نظارة كويسة للشمس will help your eyes عا تحمي عينك try not to look حاول انت ما تبصش at the computer screen على شاشة الكمبيوتر for too long لمدة طويلة stop looking at the screen وتوقف عن النظر للشاشة every half an hour كل نصف ساعة if you don't do this اذا انت ما عملتش كده your eyes will become tired هتبقى عينك مرهقة at night في المساء you must always have good light لازم يبقى ما تيجي تقرف في المساء بالليل عندك اضاءة جيدة if you read when it is too dark اذا انت قريت فيها مظلمة جدا you will get a headache هيبقى عندك صداع بعد كده هيبدأ يدينا نصايح على اننا make your eyes stronger عشان تخلي عينك اقوى هيدينا نصحتين تعالوا نشوف النصيحة الاولى هي ايه بيقول close your eyes اغلق عينك put your hands on them وضع ايدك عليهم 14 seconds لمدة 10 ثواني open your eyes افتح عينك بعد 18 ثواني your eyes feel relaxed هتلاقي عينك خستة بارتياح طب الطريقة التانية stretch your arm افرد دراعك in front of you in front of you امامك and hold up one finger وارفع صبع واحد من ايدك look at your finger انظر اليه while you are looking at your finger بينما انت تنظر لصبعك move it closer حركوا اقرب to your eye to your eyes حركوا اقرب لعينك continue to move your finger استمر في تحريك صبعك closer اقرب to and then further from your eyes يبقى هتبدأ تقرب صبعك لعينك وفجأة هتبعده عن عينك يبقى نقرب ونبعد الصبع ده بيقولك بان هو بيريح العين تنسوش مع قناة السرسامي الإنجليزي بإذن الله اسهل اشتراك في القناة لسه ما اشتراكش وتفعيل الجرس شريم صالح لكم الجديد بتاعنا فأمان الله اشتراك في القناة